الالتفات من فوائد هذا الالتفات أولا بيان عظم هذا القرآن وذلك بأسلوبه اللغوي الرفيع الذي يفوق أسلوب العرب لأن هذا من أساليب العرب وهو الانتقال أو الالتفات الفائدة الثانية رسم منهج وطريق للداعية إلى الله عز وجل في الدعوة إلى الله وذلك لأن تنوع الأسلوب يجعل المدعوى أقرب إلى كلامه المتكلم فإن الأسلوب إذا كان على وسيرة واحدة قد يمن فجاء القرآن ليرسم خطة للداعية إلى الله عز وجل لأن الآية تتحدث أم ماذا عن الدعوة الفائدة الثالثة إشضار القلوب عند تلاوة القرآن وهذا هو أعظم وأشرف المقاصد ولذا جاءت النصوص الشرعية بالحث على التدبر وهذا المسمى بالالتفات عند البلاغيين يدعو إلى التدبر فإن الإنسان إذا كان في تأمر في الآية السابقة ثم ينتقل به الأسلوب إلى أسلوب آخر يقف ثم ينظر لماذا تغير هذا الأسلوب